اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل اخذها مع بعض؟ هل اخذ هذا الصبح وهذا بالليل؟ هل اخذ هذا الظهر قبل الاكل وهذا بعد الاكل؟ هل ممكن اخبص بينهم مع بعض؟ سؤال مهم جدا جدا وخاصة الان عندنا المكملات الغذائية يعني تقريبا تقريبا مستخدمها كلياتنا خلينا نجاوب على سؤال مهم جدا قبل ما نبدأ في موضوع المكملات لماذا نستخدم المكملات الغذائية؟ للأسف 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 المفروض احنا نأخذ معظم الفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجها من ما وراء ما حولنا من أكل لكن لانه احنا ما بنلون في الصحن تبعنا والطبق تبعنا وبالتالي احنا نسبة المكملات اللي بتحتاجها بتصير أكثر لو احنا فعلا شكلنا في أكلنا وأكلنا من الخضروات والفواكه أسبوعيا بكمية مناسبة صدقا لن نحتاج إلى كل هاي الأمور اليوم نحكي عن عدة أمور وأهمها الفيتامينات والمعادن المكملة خلينا نبدأ فيهم واحد واحد أهم الفيتامينات اللي بتكلموا عنها وتتاخذ عند ناس كتير اللي هو فيتامين سي فيتامين سي أنا دائما بحبظه مع زين وبحبظ الفيتامين سي يتاخذ تشوابل تشوابل معناها تمسكه وتنضعه في تمام مش بلا ليش لأنه امتصاصه في الفم بيكون أسرع بكثير مع اللعاب من امتصاصه في أي مكان في الجسد فوجود تشوابل فيتامين سي بيوفر عليك كتير أو بيزيد كمية الامتصاص لازم نعرف انه فيتامين سي جسمك ما بيصنه وما بيخزنه فبالتالي انت محتاج لفيتامين سي يوميا سواء تاخذه من كيوي من خضار من فواكه من حمضيات أو بتاخده بمكملات لازم تاخده يوميا بما معناه انه لو اخدت يوم خمس حبات برتقال لا يعني انه هذا يكفيك لأسبوع من فيتامين سي فيتامين سي لا يخزن بالجسم ويذوب في الماء عشان هيك وجوده في اللعاب بساحل كتير عملية انتصاصه طبعا ديش احكي لكم عن فيتامين سي لانه عملنا حلقة مهم جدا مضاد اكسدة مقولة المناعة ومهم جدا 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 في بناء الانسجة في الجسد وخاصة الانسجة الطرية اللي في الجسد مثل اللثة والجفن في العيون وكل هاي الأماكن بطانة الرحم بطانة المعدة كلها مهمة جدا لها فيتامين سي عرفنا امتى ناخده لا لسه ما جاوبناش على السؤال اخده متى لازم فيتامين سي ممنوع اخده مع سكر بما معناه اذا انت عندك غلوكوز وعندك فيتامين سي الشكل الكيميائي تبعهم تقريبا مشابه فالجسم سيحبد او الخلايا ستحبد الغلوكوز وستمتصه وهذا سيذهب بالبراز ويخرج من الجسد لذلك افضل شيء تاخده عندما تكون مش ماخد سكر وبالتالي يعني انا بحبه صباحا انك تاخد فيتامين سي فيتامين بي هي مدموعة من البيتامينات بي 1 بي 2 بي 6 بي 12 كل هاي الفيتامينات اللي ها مصادر مختلفة ممكن تاخدها بكمبليكس مع بعض او ممكن تاخدها منفصلة حسب ما تحتاجه مثلا هذا فيتامين بي 1 ممكن تاخده بمكملات اخرى ممكن تاخده بكمبليكس بي 50 أو بي 100 هذا بكون في 100 جرام من كل واحد طبعا هذا بعزز الطاقة وفيتامينات بي مهم جدا للجهاز العصبي بشكل عام فالناس اللي عندهم مشاكل عصبية فيتامين بي مهم جدا ولكن مشكلة فيتامين بي قد يؤثر على النوم لذلك ينصع بتناول جميع فيتامينات بي صباحا إذن صرنا فيتامين سي صباحا وفيتامين بي صباحا هاي اثنين فيتامين بي برضو من ضمن هذه المجموعة اللي هو فولك أسد اللي بيستخدم كمقولة للحديد في الجسد أو دائما بعطوك الفولك أسد للمرأة الحامل هذا برضو جزء منها يفضل أخذه صباحا طيب حكينا شوية على بعض الفيتامينات فى فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون بي وسي وأي وبي وسي سوري تدوب فى الماء لكن بعض الفيتامينات تدوب في الدهون مثل فيتامين اي فيتامين دي وفيتامين كي هدول الفيتامينات تدوب في فيتامين اي أربع فيتامين كلها تذوب بالدهون إذن عشان أنت تأخذها لازم تحتاج إلى دهون إذن يا بتعمل combination between vitamin D أو A أو E أو K مع omega 3 لأنه هو دهون أو بتأخذ معها معلقة زيت زيتون مثلا أو بتأخذها مع steak أو مع قبل الأكل مباشر إذن عدم تناولها أيضا إذا ما بتس إذا ما مش محتاج هاي الفيتامينات اللي يجب على أدم أخذها لكن معظم الناس مثلا عندهم نقص vitamin D خاصة الأماكن الباردة مثلا كندا واللي ما بتعرضوا لكميات كافية من أشعة الشمس لأنه هذا فقط مصدر أشعة الشمس ولن تأخذه من مكان آخر لذلك مكملات مهمة جدا 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 الآن في كابسولات الكالسيوم مثلا والحديد وحمض الفليك متى ينصح بالأطباءها؟ طبعا ينصح بأخذها متفرقة خاصة المعادن هاي ينصح بأخذها متفرقة يعني تأخذ الكالسيوم مثلا الصباح تأخذ الحديد بوقت آخر وتأخذ البوتاسيوم أو المجنيسيوم بوقت ثاني الحديد بدي ركز عليه لما تأخذ حديد دائما خده مع vitamin C احنا بنأخذه صباحا vitamin C لأن vitamin C بيقوي امتصاص الحديد إذا أنت بتأخذ حديد خذ مع مثلا orange أو orange juice وكل هاي الشغلات اي شغلات فيها vitamin C بتقوي من انتصاص الحديد بشكل عام الكابسولات multi-vitamin ما عندي منها هاي يمكن أخذها بأي وقت عادة بتكون هي مصنعة وسريعة الذوبان بتكون فيها بعض المواد اللي بتذاب بالماء وبعضها بالدهون وذلك يمكن تناولها مع وجبة سهلة بسيطة مثلا شوية لحمة وهذه بتساعد على امتصاص الـ 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 فيتامينات في الجسد بشكل عام بشكل عام افضل افضل شيء عدم أخذ اي فيتامينات قبل النوم إلا تلك المواد مثلا الميلاتينين اللي بتساعد على النوم أما أقل أفضل انك تكون مبكرا عشان قسمك تستفيد منها الكالسيوم الكالسيوم مهم جدا لصحة العظام وناسكتية وخاصة الصيدات تستخدموا كمكمل غذائي عشان بعد عمليات انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية وهذا طبعا مهم جدا انه نأخذه بانتظام بكميات مهمة وخاصة كربونات الكالسيوم اللي هي في ناس باخدوها أيضا مساعدة لتقليل من حمض المعدة أو تكسير حمض المعدة اللي بصير معهم ارتجاع باخدو زي حبوب الكربونات الكالسيوم إنه تامي بسموه هاي طبعا فيها مكملات كثيرة منها للنوبات ومنها أدوية للكولسترول فسبحان الله هذا المادة مهمة جدا 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 لكن امتصاصها في الجسم بساعد الكالسيوم الامتصاص هو كل ما قل عملية الأدوية اللي موجودة في الجسم بتساعد على امتصاص الكالسيوم عشان هيك الكالسيوم يجب عدم طاقه مع مواد مع مع الفيتامينات أخرى يعني الأفضل عدم تناوله مع مثلا الحديد والمجميزيوم بنفس الوقت لأنه بسبب سوء في الامتصاص وبالتالي بساعد على بسبب مشاكل المجميزيوم وهذا طبعا مادة مهمة جدا جدا بتساعد على تنظيم وظيفة عضاء العصاب تحكم في ضغط الدم والعضلات مهمة جدا أيضا بساعد مع الكالسيوم بيشارك في بناء العظام وهو أيضا بسبب زيادته بسبب اضطرابات في الهضم عشان هيك وقد يسبب أيضا في الرخوف في البراز وفي هذه الحالة طبعا يجب رجوع الغبيب تناول المجميزيوم لا يعزز النوم الصحي يعني إذا أنت بتأخذه قبل النوم رح يسبب لك مشاكل عشان هيك يعني يفضل تناوله عفوا المجميزيوم لأنه عفوا عفوا أنا هون المجميزيوم في الليل أفضل منه في أي وقت آخر لأنه بساعد على النوم الصحي وبساعد على تخفيف بعض الألام وبالتالي ريلاكسيشن للمصل في ناس بكثير عندهم في المصل هناين خاصة مثلا الرجل بتعييها شدت هذا دليل واضح على نقص المجميزيوم وإحنا حتنا في الحلقات الماضية وجود المجميزيوم بكميات كبيرة في الموز وخاصة القشرة البيضاء الموجودة بين القشرة الصفراء ولب الموز هذه اللحاء اللي موجودة هذه فيها بنية كتير في المجميزيوم لا تضيعوها ولا تكبوها اليوم كانت حلقة سريعة متى نتناول الفيتامينات إن شاء الله نكون جاوبناك على بعض الأسئلة في النهاية بدي أحكي عن الأبل سايدر الأبل سايدر هو مادة أو اللي هو الخل التفاح عليها كتير حكي الآن الأفضل شيء شرب خل التفاح الغير مصفة فيه خل تفاح تلاقيه رخيص وفيه خل تفاح بيكون مكتوب عليه with mother with the mother أو مع القم اللي هو غير مصفة تلاقيه فيه فتر أو عكر شوية لونه أصفر وليس أبيض هذا خل التفاح الأفضل إذا تستطيع أنك تشربه شرب يعني ملعقة من خل التفاح لأنه جدا مهم جدا بخفف من الوزن جدا مهم للأوعية الدموية والقلب مضاد للكوليسترول وبخفف من الراديكالز أو المضاد للأكسدة بشكل عام تحط كأس مع فاتر مع ملعقة من خل التفاح ممكن تحط شوية لامون عليها ممكن تحط شوية جنجر ممكن تحط كركم شوية ممكن تحط أي شيء من هذه الشغلات المهمة المهم تخلطهم يقويس وتشربهم الأفضل عدم شربهم بهاي الطريقة شربهم عن طريق شلموني أو مصاصة عشان تأثير خل التفاح على الأسنان قوي جدا وممكن سبب إلى تنخر في الأسنان وتسوس فالأفضل شربه تدخل في الجهاز الهضمي وعدم تلامسه على الأسنان وبالتالي أنت تستفيد منه وما بتضر أسنانك إذا ما بتحبه ممكن تأخذه عن طريق حبوب الأفضل أنا بأخذ اللي هو الطبيعي اللي هو موجود في الوالمارت حقه 5-6 دولار تقريبا بينما المنقع النظيف بكون سعره دولار دولارين كمية كبيرة جدا هذه نهاية حلقتنا نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر